لكن في نفس الوقت أنا رسالتي صراحة للأبناء إذا جار الزمان على آبائكم فلا تجورون إذا تألموا في حياتهم فلا تزيدونهم ألما إذا أوجعتهم الحياة الماضية فلا تجعلونهم يرون ألم الحياة الحاضرة إذا كانت ظروف الحياة السابقة مليئة بالجراح فلا تزيدون أنتم الجراح كنوا بلسم كنوا بلسم على قلوبهم تقربوا إليهم أحسنوا إليهم داروهم أعطفوا عليهم حنوا عليهم أكثر من السؤال تقبلوهم تقبلوا طبائعهم تقبلوا أفكارهم تقبلوا عصبيتهم تقبلوا أشياءهم تمازحوا معهم تلاطفوا معهم بروهم أعطفوا عليهم لأننا لا نريد أن تصابون أنتم بهذا الإحباط وتصابون بالقطيع والتدابر يعني تتخيل أنت أن بعض الناس الحين صار مثلا ما يروح حق أمه كثير ما يروح يا أخي لا رح تحق أمي كل مشاكل معها أمي غليظة نفرت عيالها نفرت بناتها نفرت أولادها إيش فيكم على أبوكم والله أبوي ما ينطاق أبد ما غير ينتقدنا ما غير يعيب علينا ما غير يقارننا بالآخرين ما غير يلمز فينا ما غير أنا لا شك أقول لك يعني أننا إذا أردنا أن نعالج مشكلة لا شك أننا لا نريد أن نواجهها بمشكلة ترجمة نانسي قنقر